في العادي لو محتاجة قيم درجة وعي العين بتاعي باستخدم جلاسكو كوماسكيل لكن لو العين بتاعي متخدر او ماشى على سيديشن فمش عارف هستعمل مقياس جلاسكو كوماسكيل الساعة هتعمل ايه؟ تسيبه كده من غير تقييم؟ هنا بيجي دور مقياس مهم اسمه راس ايه هو وبنستخدمه ازاي؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة دي مش يلا بينا؟ يلا بينا راس هي اختصار المقياس ده مش بس بيقولك حالة الوعي او التقدير عند المريض ده كمان بيحميه من جرع زيادة ممكن تدخله في غايبوبة او جرع قليلة تخلي يصحى ويطيبك اكتر وكمان بعرف منه درجة الاجيتيشن ورسلسنس بتاع العيان وقدر اقرر هل العيان محتاجة دي له سيديشن ولا لا خد بالك من ثلاث حاجات المقياس بياخد من ثلاثين لستين سانية بيستخدام ثلاث حاجات رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة المفروض بنعمل مقياس راس كل ساعتين لاربع ساعات حسب بروتوكول المستشفى قيمة اللي سكور بتتروح من سالب خمسة لغاية موجة واربعة ما تيجي بقى هنشوف ازاي بنستخدام المقياس رقم واحد وده طبعا ليه كذا سكور كومباتيف العيان عمال يقصر ويشد ويدرب اللي يقرب له وده بيشكل خطر على الاصطف وهنا نديله موجة واربع فري اجي تيتيد العيان هدي شوية بس بيحاول يأزي نفسه زي مثلا بيشد في الاي تي الانبوبة الحنجرية او الرايل الانبوبة المغازية للمعدة او السيفي سي الاسطرة الوردية المركزية وهنا هياخد موجة بتلاتة اجي تيتيد بتلاقي العيان بيعمل حركة متكررة بس ملاقش اي هدف زي انه يفضل يحرك ايده او رجله بشكل متكرر ولو العيان متواصل على الجهاز الفنت هتلاقي فايتس يعني بيقوم الجهاز ومش متزامن معاه مع انه هيدي اكتر بس لسه ما بيسماش الكلام عمال يقوم ويقعد كل شوية ويرمي الفرش والمخدات وهنا هنديله موجة باثنين رسلس العيان هيدي شوية كمان بس بيبنى عليه علامات قلق واضحة بيتقلب يمين وشمال وبيفرق مش ثابت لكنه مش اجريسف مش عنيف وكمان حركته مش قوية وهنا هنتديله موجة بواحد العيان هيدي خالص وسكت وبقى زي وزي عكده يعني العيان فولي كونشوس في كامل وعيه وهنا هنتديله زيرو رقم اتنين ودي برضو لها كذا مقياس ركز بقى معي العيان مش فولي الارت مش صاحب نسبة 100% لكن لما بتنادي عليه بيصح صح ويبوصلك بس لازم تركز على نقطة مهمة لازم يكون فيه اي كونتكت يعني يبوصلك اكتر من 10 ثواني من غير ما ينام تاني او يغمى داني بسرعة وفي الحالة دي هنتديله سلب واحد العيان متأثر بالسديد المهدقات ومش في كامل وعيه لما بتنادي عليه بيصح شوية ويبوصلك لكن الاي كونتكت مش بيكمل 10 ثواني ويرجع ينام تاني وهنا هنتديله سلب اتنين لما بتنادي عليه بيفتح انيه او يعمل حركة بسيطة زي حركة في الايد او الرجل لكن ما فيش اي كونتكت حقيقي بيغمى التاني على طوله ومش بيكمل اي تواصل بصري وهنا نديله سلب ثلاثة الحاجة التالتة ودي برضو لها كذا مقياس مفيش اي استجابة للكلام لا بيفتح انيه ولا بيتحرك لو ندهت عليه لكن ممكن يفتح انيه او يتحرك لو عملتله زي لو قرسته يعني بيتسجيب فقط بالقلم وهنا هنتدي للعيان سالب اربعة انا ريزا بول العيان سانطح خالص مفيش اي استجابة لا للفيربل للكلام ولا للبين الالم وهنا نديله سلب خمسة في بس تركاية مهمة خلينا اقولها قبل ما نختم الحلقة ايه هو مستوى الرئيس المرفوض لو المريض مش محتاج ادوية نيورو ماسكولر بلوكيد المفروض يكون مستوى الدهداء مبين سالب اتنين ومجاب واحد وطبعا مش محتاج اشراح لك معنا الدرجات ده ايه ليه ابني السادة في المدى ده علشان نخلي العين مرتاح لكن في نفس الوقت يقدر احتجاب معنا لو احتاجنا نقيمه او نتابع حالته السؤال ليك بقى دلوقتي هل استخدمت تقييم رئيس قبل كده شاركنا بتجربتك في الكومنتات وبس كده ما تنساش تعمل لايك وشيل الحلقة ولو ليسك جدد معنا انزل درجات تشارك في القناة وفعل جراز التنبات عشان يوصل لها كل جديد وما تنساش تنزل تبص بص على المصادر اشوفك الحلقة الجاية بموضوع جديد سلام